كل ما يذكرون بعض الأدوات يبدأ بالحسابات المشبوهة هي تذكر المعلومة أو الإشاعة أو التعليمات وبعدها تأتي على لسان بعض الأدوات مثل ومثل أيضاً أدات أخرى دائماً بعد الحسابات المشبوهة حتى من يقف وراءهم ما يحترمونهم يعني ما يعطونهم التعليمات أول أو الأخبار الأول أول ينزلونها بالحسابات المشبوهة وبعدين يقول لهم أنتوا الآن الردادات تردون على ما ذكر بالحسابات هذا عمر راجع لهم يعني كل إنسان لكرامته ولا مقامه اللي يقبل على نفسه هذا راجع له لكن أود أن أستذكر في تحليل هذا الوضع الخطاب التاريخي اللي سموه نائب الأمير في 23 أغسطس عندما وصف هذه الحسابات بمعاول الهدم والافتراء والفتنة وعندما قال بأنه لن يسمح لفئة ضالة بأن تجر البلد إلى الفتنة والاقتسام وقد رديت عليه كرئيس لمجلس الأمة وغالبية أعضاء المجلس والشعب الكويت سمعا وطاعا يا سموه نائب الأمير وأؤكد مجددا بأننا سنقف أمام هذه الفئة الضالة ولن نسمح لها بترويج الأكاذيب والإشاعات وبأساليب منحطة وبالطعم بالذمم وبالأعراض وبكل الأمور السلبية اللي شاهدتوها لن نسمح لهم بها وسنقتدي ونلتزم بحديث سموه نائب الأمير